الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة تقدر بها جميع الحوائج ويزاله بها كل هم وغم رب شح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه وقولي رب افتح بيني وبين قومي بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله سيدنا رسول الله بنبتدي مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم كلمة حق بصوا كلمة حق على قناتكم تامر الحميد برنامجكم اسمه ايه كلمة حق على قناتكم تامر ايه عبد الحميد تخش على البجات والصفحات بتاعة النادي الاهلي يقولك لإسماعيل مفوت المطش للزمالك رسمي فاحمي نظمي وجايبين الكرة بتاعة تشيلونجو اللي مفرد بيها والمرمى فاضي خالص قدامه بدل ما يجيب جول يعمل حاجة انا ما شفتهاش في القرى قبل كده ويروح مرجعها وراء لفخر الدين بنيوسف علشان يضيع هدف مؤكد لمين للإسماعيلي ومفوتين الإسماعيلي مفوت المطش للزمالك الإسماعيلي ولاد العم عيب ما حدش يتكلم عن الترجي والملودية وده الإسماعيلي اللي كان بيلعب قدام الأهلي شايف اللعيبة عاملة ازاي ده هاب جلال ما قاعد أحسن لعيبة موجودة عنده للشوت اللي التاني بقوا ده مدبولي ما بتجدش بمدبولي ليه والله صحب ما قاعد مدبولي ليه اللي كان بيلعب النادي الأهلي لوحده لا 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 ده الإسماعيلي مفوت المطش للزمالك رسمي دي صفحات النادي الأهلي والنادي الأهلي ناحة تانية بقى يا عم حلم طولان حلم طولان ده يا عم أهلاوي وانت حلم طولان ده عمر مكسب الأهلي ده لمؤخذة مش عايف حلم طولان ليلم نفسه شوي احنا المطش الأولاني شايل تلاتة في ربع ساعة المطش التاني الجنين الأولانيين جايين في خمس دقايق والأخ رامي صبري اللي بيقعد يعمل بالنصر واللي متصور بالكارنيب بتاع النادي واللي بيعمل انتماؤه للأهلي وبتاعه مش عارف ايه والكلام ده بيتعمد انه يضطرد ها علشان الأهلي ياخد الايه ياخد المطش ده كان جمهور الزمالك وانا بقول لحضراتك كلمة حق بما يوضي الله كلمة حق بما يوضي الله زي ما انا قلتلك قبل كده مفيش حاجة اسمها تفويت يا جماعة يعني احنا جوه المجال يعني انا النهاردة مثلا الاستاذ احمد لو حضرتك راجل مهندس موجود في الشركة لو انا عاوز حاجة من الشركة ده انا هجيلك انت اللي اضرب الحتة دي والمستر حسين محمد يعني لو حضرتك موظف في بنك لو انا عاوز حاجة من البنك ده هجي اقول لك انا محتاج ايه انا عايف انا بقول لك ايه قصة لقصة طب قول لي كده قول لي كده المطش ده يتفوت ازاي قول لي قول لي كده احنا بنحط بونطة عاية قول لي كده المطش ده يتفوت ازاي يعني ازاي الكابتن حلمي يفوت لأهلي او لعبت الامبي تفوت للاهلي وازاي اهاب جلالي يفوت للزمالك او لعبت الاسماعيل يتفوت للزمالك اقنعني انا راجل كنت لعبك هو كنت مدرب لتنين لتنين ماشي ماشي نوعي ده واحد زي اهاب جلالي ايه هي الدوافع اللي تخليه يفوت المباراة للزمالك عايز دافع واحد هل هو مثلا راجل محسن العجل بيقول لي ضلال راجل يعرف ربنا راجل انتشى لفرقة الاسماعيلي من الهبوط تمام اه حطي مركز اه متقدم وبالتالي راجل بيشتغل لنفسه والسمعته لنفسه والسمعته ايه هي الدوافع ايه هي الدوافع اللي تخلي واحد زي اهاب جلال يفوت مباراة للزمالك عايز اتدافع بس الاول فلوس مش محتاج فلوس ده ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني اه بيقبط كويس مرتبه اه كويس اه مئات الالاف مرتبه مئات الالاف تمام اه اشتغل في النادي الزمالك شوية وتحارب من طوب الارض اهاب جلال اتحارب في نادي الزمالك من طوب الارض يعني طوب الارض اللي جوه ده قطعه فيه وحاربوه فانت اقول لي ده ايه ايه الداعي يعني ايه الداعي ان نخلي واحد زي اهاب جلال ده هيفوت المطش للزمالك مفيش مفيش وهل اصلا مبدأ التفويت عنده لان ايه ده مبدأ زي اللي بيزن عنده مبدأ السرقة زي العزب الله اللي بيزني مبدأ الزنا موجود الدوافع موجوده هو عادي بالنسبة له يعني ماشي فهل ده اصلا فوت قبل كده حاجة هل سمعته تقول كده لأ يبقى ايزا انت بتتكلم في حاجة فيما يخص المدير الفني مش موجودة مش موجودة طيب لما المدير الفني لما المدير الفني ما تبقاش عنده الدوافع دي يبقى ننقل هنا اللي يقدر يفوت اللعيبة صح طب اللعيبة النهاردة هل اللعيبة النهاردة ممكن يتقاعص يعني ممكن يتقاعص ايه وجه التقاعص النهاردة لفرقة النادي الاسماعيلي في المباراة هتقول لونجو والجل اللي مفتوح والكرة المفروض يحطها هو اصلا مهاجم امكانياته على قده هو اصلا مهاجم امكانياته على قده اللي بيقول لي يا راجل اتقى الله لا هو اتقى الله انه يدعي دون بينا هو ده اللي يتقى الله انه يتهم حد في زمته وفي شرفه وفي سمعته دون ان يكون معاك دليل دامر يعني معاك دليل دامر معاك حاجة صريحة مية في المية معاك تسجيل معاك لعضو مجلس ادارة اقعد مع اهاب جلال بيقبضوا فلوسه وبيقولوا تسيب لنا الماتش او اهاب جلال معاك تسجيل لحد من اللعيبة يقول لهم يا جماعة الزمالك دول حبابنا في قط اللبس وبتعفى براحة عليهم نماشي الماتش كده نطلع اتنين صفر معاك دليل معاك دليل ان الكابت الحلمي طولان بيقول لرجل المهاجم الافريقي بتاعه اللي هو ضيع الاخرانية دي تمام ما هو برضو فيه واحدة الشناوي وعت من ايده مسكينها برضو نادي الزمالك بالمناسبة جمهور نادي الزمالك مسكوا الكرة ديت لرجل المهاجم بتاع الافريقي بتاع امبي كرة الاخيرة اللي وعت من ايدين الشناوي ورقص وبحطات شب ايمن اشرف في اخر ثانية حط الرجلي فيها وطلعت الكرة ايه تمام فانت النهاردة انت النهاردة والله حضرتك انت بقى يعني لا حول ولا قوة الا بالله اللي عليه العظيم لا حول ولا قوة الا بالله اللي عليه العظيم ناشي احنا بنتق الله كويس قوي والحمد لله رب العالمين ما بنتطلعش نطق كلمة الا لما بنبقى عارفين احنا بنقول ايه كويس احنا بنطلع نوقت فتنة لان الجمهورين جمهور الاهل وجمهور الزمالك متهمين الفرقتين في تلاعب والسبب في كده بعض الفاسدين الموجودين في الاعلام الاعلام الفضائيات اللي بتجوا يوجهوا الناس للحاجات دي انا بقولها لكم اهو انا بقولها لكم اهو انا اتفرجت على المطش ده واتفرجت على المطش ده الناس النهاردة بعضت عن الفنيات الناس النهاردة بعضت عن الاسباب الخسارة او اسباب المكسب ورحت لحتة الايه لحتة اه لا دول سايبين اه لا دول متواطئين اه دول مفوتين اصني حلمي طولان مش عارف ايه اصني رامي صبري ايه اصني فرقة ام بي عاملة ايه ودول ام بي اللي المفروض اه يعملوا كده في الناد الاهلي ودول الاسماعيلي اللي المفروض يعملوا كده اه في الزمالك ناس بعدت عن الفنيات